موسيقى مرحبا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونبدأها بالعنوين في اليوم العالمي لمكافحة السيدة تونس تشدد على أهمية ترسيخ الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر خلال كافة المراحل العمورية وتؤكد ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لتقريب الخدمات العلاجية مع المتعايشين مع هذا المرض في اليوم الثاني لأشغال قمة المناخ بدبي كوترس يدعو إلى استثمار في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والاتحاد الأوروبي التزم بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع عواقب تغير المناخ في تونس وفي الشأن البرلماني شرع نواب الشعب الصباح اليوم خلال جلسة عامة في مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024 وسجل مشروع ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024 زيادة بنسبة 4% وتضمن ترفيعا في نفقة الاستثمار ب16% وتدخل ب8% مقارنة بسنة 2023 شراز الخدم وتفاصيل في جلسة عامة بمجلس وبالشعب انطلقت صباح اليوم مناقشة ميزانية بزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024 جلسة استهلت بتلاوة تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ضبط ميزانية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بـ 248.9 مليون دينار سنة 2024 مقابل 239 مليون دينار سنة 2023 وتتوزع نفقات المهمة كالتالي نفقات التأجير في حدود 150 مليون دينار نفقات التأسير في حدود 13.26 مليون دينار وتروحت تدخلات النواب خلال هذه الجلسة حول جملة من المواضيع أبرزها ضعف ميزانية وزارة المرأة وأهمية رياض الأطفال العمومية والنهوض بطفولة المبكرة إضافة إلى وضع برامج خاصة للمنقطعين مبكرا عن الدراسة هذه هي الوزارة التي في الحقيقة تمسنا الناس الكل نساء ورجال كبار وصغار لكن ميزانية ضعيفة برشة لا تسمح لنا أن نرسم استراتيجية حقيقية للتغيير زالتكم راهنت على برنامج الروضة العمومية الدامجة حيث تم بعث رياض أطفال في معتمديات ذات أولوية موجود منها في ولاية القيروان تم إحداث أربع رياض عمومية وفي الإطارة ذاية أنتظر منك مواصلة هذا البرنامج لدعم حق الأطفال في التربية ما قبل مدرسية وهي مسئلة ضرورية للنهوض بالمجتمعات ماذا بينا بوضع برنامج خصوصي للأحياء الشعبية يعنى بالانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة أن المشاكل الاجتماعية في تطور ملحوظ كما تطرق بعض النوابي خلال هذه الجلسة إلى وضاية النساء العاملة في المجال الفلاحي على مستوى النقل إضافة إلى نقص التجهيزة بالمؤسسة الرجعة بالنظر إلى الوزارة وتدهور بنها التحتية وضعف الخدمات الصحية النسائية بالمؤسسات العمومية وارتفاع نسب البطالة في صفوف النساء النساء الفلاحات سيدة الوزيرة وشفت حطة تصوركم اتنقلتوا في أول 22-2022 وشفتوا النساء الفلاحات واتصلتوا بهم مباشرة ما عملنا في النقل المتاح النقل المتاحهم اللي قاعدين يتنقلوا في كمين بالصفة هذه عندنا نقص فادح في الإمكانيات مقر لا يحترم حاجات المسنين وذوي الإعاقة للولوج إلى الخدمات ما فماش مصعد كهربائي فما مشروع بناء مقر جديد عنده سنين نستنعوه فيه وثمن عدد من النوابي في تدخلتهم مجهودات الوزارة عبر مختلف مراحل عملها خاصة في جانب المشاريع والبرامج ذات البعد الاجتماعي الموجهة خاصة للفئات الهشة أعلنت السلطات الكندية إعادة إدراج تونس ضمن النظام المعامم الأفضليات الكندي تي بي جي مطلع 2025 مما يتيح للمؤسسات التونسية المصدرة والمهتمة بالسوق الكندية الاستفادة من إجراءات جمركية على بعض المنتجات وبين مركز النهوض بالصادرات في بلاغ أن القرار سيتيح إلغاء أو تخفيض الأداءات الجمركية على المنتجات التونسية التي يتم تصديرها إلى السوق الكندية باستثناء الملابس والأحذية وبعض المنتجات الفلاحية والمعدنية صدق مجلس النهوة بالشعب أمس على ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 بأغلبية 124 نائبا مقابل احتفاظ 6 أصوات ورفض 5 آخرين ورصدت ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 اعتمادات تناهز 999500 مليون دينار وفي رده على تدخلات النواب أعلن رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبدالقدر الجمالي أن الوزارة تطمح إلى توفير 132 ألف فرصة عمل لطالبيا الشغل خلال سنة 2024 وأفاد الجمالي أن الوزارة تتطلع إلى مزيد التحكم في البطالة عبر البرامج النشيطة للتشغيل من خلال توفير 104 ألف فرصة عمل عبر تنفيذ برنامج الأداد للحياة المهنية على هامشي انعقاد مؤتمر وزراء العمل لدول السحل والصحراء تم الاتفاق بين رئيس ديوان وزير التكوين المهني وتشغيل تونسي ووزير العمل وتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا على شروع في إجراءات تنظيم اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين تونس وليبيا لتفعيل بنود مذكرة التفاهم في مجال العمل وتأهيل المهني الموقعة بين البلدين مع وضع مخطط تنفيذي لمذكرة التفاهم والذي يشمل الربط الإلكتروني وتنظيم سوق العمل بين البلدين والحد من الهجرة غير النظامية وعداد المكونين والمدربين وتبادل الخبرات في مجال التدريب وتأهيل المهني فضلا عن تطرق إلى إمكانيات الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الإدارة العمومية كما اتفق الطرفان على تفعيل آليات التعاون المشترك في مجال العمل والتشغيل في اليوم العالمي لمكافحة السيدة تونس تشدد على أهمية ترسيخ الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر خلال كافة المراحل العمورية والجهات المعنية تؤكد أن في تونس أكثر من ستة ألاف مصاب بهذا المرض التفاصيل في تقرير حنال جسمي شددت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في ورقة أعلامية بمناسبة احتفال تونس اليوم مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة السيدة شددت على أهمية ترسيخ الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر خلال كافة المراحل العمورية مؤكدة على ضرورة التنسيق المحكمي بين مختلف الأطراف المتداخلة من أعوان صحة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني لتقريب الخدمات العلاجية من المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسبة في تونس ولفتت في ذات الصدد إلى أهمية تحسيس الشباب والأجانب من المقيمين بتونس والفئات الهشة والأكثر اختطارا والتشجيعهم على الإقبال على مراكز الإرشادي والكشف اللائسمي والمجاني وأبرزت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أن عدد المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسبة في تونس قدر حسب إحصائية سنة 2022 بحوالي 6890 حالة 50% منهم يعلمون أنهم حاملون للفيروس و 26% من الحالات المقدرة يتلقون العلاج مضيفة أن عدد الحالات الجديدة المسجلة خلال سنة 2022 بلغت 412 حالة منها خمس حالات لأطفال أقل من أربع سنوات وأشارت وزارة الصحة في جانب آخر إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيداء ترتكز بالخصوص على مقاربة تحترم حقوق الإنسان وذلك بالسعي إلى إنهاء كل أوجه الوصم والتمييز ورفع كل العقبات أمام الفئات الهشة والأكثر عرضة للإصابة والأجانب المقيمين والأشخاص المتعيشين مع فيروس نقص المناعة البشرية للتمتع بكل الوسائل المتاحة للوقاية والعلاج والإحاطة النفسية والاجتماعية في إطار المساواة بين كل أفراد المجتمع إلى جانب مواصلة دعم البرنامج الوطني لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة لتحقيق الهدف المشترك وهو القضاء على الفيروس بحلول سنة 2030 في مدينة دبي تتواصل فعاليات القمة العالمية للعمل المناخي ويواصل فيها قادة الأعمال التجارية من أكثر من 80 دولة إلى جانب صناع السياسات في العالم جهودهم الجماعية لتحقيق الطموحات المناخية العالمية وتنمية المستدامة نشاهد التقرير لجميل صلح الإيقاف الفوري لحرق الوقود الأحفوري هي الدعوة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريس لقادة العالم معتبرا أن خفض استخدامه لن يكون كافيا لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري ولإنقاذ كوكب الأرض وحث جوتريس في كلمة له أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ حث شركات الوقود الأحفوري على الاستثمار في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وطلب من الحكومات المساعدة من خلال فرض هذا التغيير بطرق تشمل فرض ذرائب استثنائية على أرباح القطاع ومن جهته أعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زيد عن إنشاء صندوق للمناخ بقيمة 30 مليار دولار وقال إن الصندوق يهدف لسد فجوة تمويل المناخ وجمع استثمارات بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام وفي هذا السياق أفد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغير بوينو في تصريحات إعلامية عن التزام دول التكتل بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع عواقب تغير المناخ ومع الإقرار الرسمي تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضرورا من تغير المناخ أعلنت عدة دول تقديم إسهامات تروحت بين المئة والعشرة ملايين دولار لتبدأ بذلك سلسلة من التعاهدات الصغيرة التي تأمل الدول في أن تكون مبلغا ضخما وخطوة قد تماهد الطريق أمام تسوية أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة التي تستمر أسبوعين قمة ستناقش لأول مرة عدة مواضيع على غرار تقييم الجهد العالمي لخفض الإنبعاثات المؤدية للتغيرات المناخية ومناقشة الجهود المبذولة كل خمس سنوات يتواجه المصريون المقيمون في الخارج اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في أول ثلاثة أيام من شهر ديسمبر الحالي وتجري الانتخابات في الداخل بداية من العشر من الشهر ذاته وعلى مدى ثلاثة أيام ويتنافس في هذه الاستحقاقات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يماما رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وبحسب الهيئة المصرية للانتخابات فإن نحو 67 مليون مصري لهم الحق في التصويت في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها في الثامن عشر من هذا الشهر في أخبار الرياضة تنطلق اليوم الجملة الثانية من دور مجموعة مسابقة كأس رابطة الأبطار الإفريقية لكرة القدم حيث يحل التراج الرياضية تونسي ضيفا على الهلال السوداني انطلاقا من الخامس مساء بتوقيت تونس في مواجهة ستجمعهما بتنزانيا لحساب المجموعة الثالثة التي سيواجه خلالها النجم الساحلي الممثل الثاني لكرة القدمة التونسية غدا السبت ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بأولمبي سوسا ثقافيا يتابع جمهور الدورة الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية بداية من يوم غد وإلى غاية العشر من ديسمبر الجاري ثمانية عشر عرضا ضمن قسم مسرح العالم وتمثل الأعمال المبرمجة ضمن هذا القسم أحد عشر بلدا هي فلسطين وسوريا ولبنان وإيران وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وأسبانيا وروسيا ونرويج وجنوب أفريقيا وسيكون حفل الافتتاح الرسمي غدا السبت بالعرض الإسباني فينال الذي سيقدم على واجهة المسرح البلدي بالعاصمة ثم يليه في اليوم الافتتاحي نفسه تقديم عرض كتاب الأدغال للمخرج الأمريكي روبيرت ويلسون وتأتي الدورة الرابعة والعشرون لأيام قرطاج المسرحية في سياق خاص تحت شعار بالمسرح نحية بالفن النقاوم دعما للقضية الفلسطينية ولكل القضايا الإنسانية العادلة إذن ختام النشر مشاهدين وهذا تذكير بالعنوين في اليوم العالمي لمكافحة السيدة تونس تشدد على أهمية ترسيخ الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر خلال كافة المراحل العمورية وتؤكد ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لتقريب الخدمات العلاجية مع المتعايشين مع هذا المرض في اليوم الثاني لأشغال قمة المناخ بدبي جوترس يدعو إلى الاستثمار في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والاتحاد الأوروبي يلتزم بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع عواقب تغير المناخ ويمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة